السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شرحاتنا على قناتكم قناة تيكنيك بوك طيب مواصلة في دورة اندروي ستوديو ودورة انشاء تطبيق يوتوب خطوة بخطوة اليوم سوف نأتي الى بعد ان قمنا بشرح كيف نضيف الهلب والإكزيت وما الى شبيه ذلك اليوم سوف نقوم بشرح كيف نعدل على هذه المنطقة يعني هذا اللوغو وهذا الكلمة بالاندروي ستوديو وهذا كل ما يوجد بهذه المنطقة الخضراء كنا سابقا ايضا قمنا بتعديل على الاندكس والراتينج والمور أب والشار والسنت طيب لما نذهب الى تطبيق او الكود سورس نذهب الى الناف هايدر يظهر لنا هذه الصفحة طيب هذه الصفحة من هنا نقوم التعديل على كل لاحظوا الاماج الخاصة بهذا هو اللوغو هذه الاماج التكست هو هذا الاندروي ستوديو التكست الثاني هو هذا الاندروي ستوديو لو نأتي الى التكست الاول نأتي من هنا او نذهب الى الى التكست لتعديل عليه طيب هذا هو الكود الخاص به هذه الاماج الاماج هذه هي التي تظهر هنا هذا اللوغو هذا هو الاماج الـ background الخلفية الخضراء هو هذا هو هنا من هنا بهذا الفراخ يعني لاحظوا هذا هو الـ background يأخذ القيمة هذه القيمة اللوغو هو هذا الاماج النص الاول هو هذا التكست وهو هذا النص الاول الكلمة اندروي ستوديو النص الثاني هو هذا هو هذا النص يأخذ هذا الامايل طيب في الامايل نكتب الامايل الخاص بنا يعني نكتب هنا الامايل الخاص بنا مثلا وليكن تكنيكبوك وليكن تكنيكبوك نذهب الى هنا لاحظوا تغير الامايل تغير من هنا نعطيه اللون الاحمر نأتي الى هنا نكتب text نختار text color كما تشاهدون هنا وهو نمنحه نعطيه اللون هذا اللون الاحمر نقوم بملحي هذا اللون يعني لاحظوا كيف يصبح اللون ايضا نذهب الى text ايضا نذهب الى text الاول يمكننا تغير الاسم من هنا نكتب مثلا يوتوب اه ننقر اوكي نلاحظوا كيف تغير اللون هذا هو text الذي قمنا بتغيره كما قمنا بتغيره كما قمنا بتغيره سابقا هكذا نعطيه نفس text color نعمل copy من هنا نعمل paste نعطيه اللون الاحمر يعني الاحمر هكذا لاحظوا كيف اصبح والان نذهب الى تغيير الخلفية الخضراء هذه الخلفية الخضراء الاقونة يمكننا تغيرها ايضا الخلفية الخضراء سوف نضعها بخلفية الخاصة بقناتنا طيب قمنا بتحذير هذا الخلفية الخاصة برمز الخاص بقناتنا وهي بابعاد 500 في 1024 بيكسل نعمل له copy ثم نذهب الى android studio نختار الجروابل ثم نعمل paste لاحظوا طيب هنا هناك ملفين ملف الخاص بالجروابل وملف خاص بالجروابل 21 لا تنقروا على الجروابل V21 اختاروا ملف الجروابل من الاعلى ثم نقر OK ثم OK طيب لقد اخذنا وضعنا اسم لهذه الصورة باسم navbar لماذا؟ حتى يسهل علينا فقط التغيير نصعد الى الاعلى هنا في linear layout نختار من الـ background هنا لاحظوا تجدونه مكتوب side navbar بنفس اسم من هذه الصورة وهي جي بي جي لاحظوا لما نرجع الى الديزاين لاحظوا كيف تغير الديزاين وهنا كتابة باللون الاحمر يعني وهذا هو اللوغو طيب لما نعمل نفتح المين activity لاحظوا كيف تصبح يصبح شكل التطبيق الخاص بنا الخاص بقناتنا بهذا الشكل وبهذا نكون قد قمنا بتغيير شكل التطبيق طبيعة الحال شكل الـ navbar من هنا يمكنكم يعني تغيير هنا سواء الحاجم او ما شبه ذلك نعمل من build نعمل build apk لاحظوا كيف كان المظهر سابقا باللون اخضر وما شبه ذلك سوف نضع له خلفية الخاصة بقناتنا ننتظر عملية البويلدينج تنتهي ها قد انتهى عملية البويلد هذا هو الاب debug يعني لاحظوا سابقا كيف كانت سوف نعمل له install من جديد لما نختار القائمة من هنا سوف تظهر باللوغو الخاص بقناتنا تيكنيك بوك وكل التغييرات تمت بنجاح الى هنا لكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس انتظرنا في درس لاحقة الساعة التالية سوف نقوم بعملية برمجة كلية لكامل القناة هنا يكون المحتوى يظهر هنا في الاندكس الاندكس لما ننقل على الاندكس يظهر كل المحتوى يتظهر هنا يذلك الحين دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر